موسيقى يا أصدقائي قربوا أن تكسروا الأبواب أن تغسلوا أفكاركم وتغسلوا الأثواب يا أصدقائي جربوا أن تقرأوا كتاب أن تكتبوا كتاب أن تزرعوا الحروف والرمان والأعناب أن تبحروا إلى بلاد الثلج والضباب فالناس يجهلونكم في خارج استرداب الناس يحسبونكم نوعا من الذباب جلودنا ميتة الإحساس أرواحنا تشكو من الإفلاس أيامنا تدور بين الزاري والشطرنج والنعاس هل نحن خير أمة قد أخرجت للناس أهلا بكم الله على الفكر الملاح بسم الله الرحمن الرحيم الرئيس عبدالفتاح السيسي بيصل إلى العاصمة الإثيوبية ديسا بابا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي رقم 33 وخلال هذه القمة بيحضر الرئيس مؤتمر قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا والألية الرئيسية المعلنة المعنية بقضية الصحراء المغربية أو الصحراء الغربية وقمة منتدى رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية الرئيس وصل إلى أديسا بابا والرئيس هو رئيس هذه الدورة للاتحاد الإفريقي وسوف يسلم الرئيس الرئاسة الاتحاد الأفريقي لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا الرئيس القادم للدورة القادمة اللي إن شاء الله تبدأ يوم عشرة يعني بكرة القمة تبدأ يوم تسعة يوم عشرة يسلم الرئيس رئاسة القمة الأفريقية لرئيس جنوب أفريقيا الرئيس وصل النهاردة كان في استقباله كبار المسؤولين في هديسة بابا والرئيسة رئيسة اتيوبيا سهلي وورك زودي وبدأ الرئيس بسرعة في فعاليات هذه الدورة بلقاء مع قمة منتدى الالية هذه الالية اللي برأسها رئيس تشاد ديبي والرئيس ألقى كلمة في هذه القمة وشكر فيها الرئيس ديبي واتكلم عن التنمية المستدامة والافريقية 2063 ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي الدول الافريقية جميعا الى الدخول في هذه الالية التي تمثل فعل افريقي نقي فعل افريقي خالص يعني هذه الالية تمت برؤية افريقية وبتوجه افريقي وبأيضا رغبة افريقية في الخلاص والتخلص من عصور سابقة كانت افريقيا فيها تابعة ومنبطحة امام المستعمر الاجنبي الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى رئاسة القمة الافريقية يوم 10 فبراير من عام 2019 في أديسة بابا ومارثون افريقي بقيادة مصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد مارثون افريقي بقيادة مصرية برئاسة مصرية بنكهة مصرية او بتعبير شعبوي اقول ان هناك قيادة افريقية بشكل كان مختلف كان مختلف جملة وتفصيلا دي مش مبلغة عشان احنا رئيسنا يعني مصر الرئيس سيسي هو اللي كان بيرأس القمة الافريقية لكن عيشت ربما وكان حظي يعني جابي ان احضر واتابع عن قرب كثير من هذه الفعليات بدءا من تنصيب الرئيس رئيسا للتحاد الافريقي في يوم 10 فبراير 2019 في أديسة بابا حتى هذه اللحظة الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد القارة الافريقية لتحقيق امال وطموحات في عام واحد ما لم يتحقق في عقود مضت في هذه الدورة في هذا العام لو لم يتحقق مصر للقارة الافريقية او بالادق لو لم تحقق الادارة المصرية او الرئاسة المصرية الانتحاد الافريقي الا فقط اطلاق منطقة التجارة الحرة الافريقية لكفا كان حلم بيراود الاباء العظام المؤسسين لمنظمة الوحدة الافريقية اللي انطلقت عام 63 حلم عبدالناصر ورفاقه في انشاء وحدة افريقية الاساس فيها منطقة التجارة الحرة من الستينات وحتى هذا العام لم تتحقق هذه النبوءة النصرية الافريقية لم تتحقق الا على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورفاقه نحن لا نبخس الناس اشياءهم الرئيس السيسي قادة المنظمة الافريقية اللي تحولت الى الاتحاد الافريقي كان معاه مجموعة من الزعماء والقادة على رأسهم مسافقيه رئيس المفوضية الافريقية هذا الرجل الذي يمثل دينامو حقيقي بيحظى باحترام الجميع واحترام الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر انجازت للاتحاد الافريقي منظمة او اطلاق او تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الافريقية اللي انطلقت وكان يوم عيد افريقي ربما يجهله الكثيرون هو اطلاق هذه المنطقة من النيجر حيث ذهب الرئيس عبدالفتاح السيسي من القاهرة الى النيجر لاطلاق هذه المنطقة مع رفاقه انا بقول للمصريين وبقول للافارقة في كل مكان في خلال عام 2019 كان فيه زخم كان فيه نشاط كان فيه حيوية كان فيه جديد منظمة الوحدة الافريقية اللي تحولت الى الاتحاد الافريقي مصر كانت اول مرة ترقص الاتحاد الافريقي بمسمه الجديد كانت مصر بترقص منظمة الوحدة الافريقية تلت مرات في تلاتة وستين وفي تسعينات مرتين يعني الرئيس عبدالناصر رأس انتحاد افريقي مرة والرئيس مبارك رأس انتحاد افريقي مرتين اما كان اسمه منظمة الوحدة الافريقية الرئيس سيسي هو اول رئيس مصري بيرأس المنظمة تحت المسمى الجديد للتحاد دي حاجات شكلية انا عارف لكن ده للتاريخ بنوثق التاريخ 2019 في تقديري ورؤيتي عام مختلف بن قوسين فارق في العمل الافريقي المشترك الرئيس السيسي صنع عاما فارقا وقضى القرى الافريقية والله دون مجاملة ودون ضجيج اعلامي الى افاق جديدة كانت تمثل احلام لابناء هذه القرى على مدار عقود مضت الرئيس عبدالفتاح السيسي فع على احلاما واصبحت على ارض الواقع انا بقول المصريين فاكرين احنا تيه حاجة كتير جدا كنا بنحلم بيها طرق كنا بنحلم بيها مشروعات تنموية بنحلم بيها بنحلم بالاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات الاستراتيجية بنحلم ان احنا بقى عندنا جيش قوي بنحلم ان احنا بقى عندنا دولة منظمة عندنا اسعار منضبطة عندنا فعلا فيه تنمية حقيقية ونموة حقيقي احلام شفنا بعض هذه الاحلام تحققت على الارض احنا بنراها وبيتباح كل منصف في القرى الافريقية حدث شيء مماثل طريق اسكندرية كيبتاون طريق اللي يربط من اقصى شمال القرى الافريقية في اسكندرية حتى كيبتاون فيه اقصى جنوب القرى الافريقية في كيبتاون اللي هي على المحيط فيه دولة جنوب افريقيا اللي هترأس الاتحاد الافريقي واسكندرية فيكتوريا وعندي خطوط السكة الحديدية وعندي التنمية المشتدامة والتعليم وعندي الصحة وعندي تحويل القرى الافريقية الى قرى رقمية وعندي المساواة بين الرجل والمر وحقوق المرأة وتمكين المرأة ومحاولة نشر فكرة القضاء على فيروس سي من مصر لكل الدول الافريقية العديد من المشروعات اللي تبناها الرئيس السيسي وقال التنمية المستدامة وبحث عن شركاء التنمية مين هم شركاء التنمية؟ الدول المتقدمة اللي قدروا يساعدوا القرى الافريقية زي مين؟ انا فاكر حضرنا في القمة الالمانية الافريقية الالمان عايزين ايمي الافرقى والافرقى عايزين الالمان في قمة رئيس عبدالفتح السيسي في برلين بالمشاركة مع المستشارة الالمانية انجلا ميركل والقمة النمساوية او الاوروبية الافريقية الاوروبية الافريقية كانت في النمسا في فين برئاسة رئيس عبدالفتح السيسي والمستشار الالمساوي ثم القمة الروسية الأفريقية ثم القمة البريطانية الأفريقية ثم القمة الصينية الأفريقية ثم القمة اليابانية الأفريقية كل اللي بقوله ده مؤتمرات حصلت وحرست بين الدول الكبيرة اللي بقول عليها دي بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين واليابان والقارة الأوروبية ممثلة في النمسا اللي كان بترأس الاتحاد الأوروبي خلال عام 2019 كل دي كان الرئيس بيرأس هذه المؤتمرات وهذه المنتديات اللي حطت القرى الأفريقية عفوا حطت القرى الأفريقية على خارطة التنمية العالمية والتنمية المستدامة والند بالند الرئيس السيسي أرسى قواعد لعبة جديدة إيه هي القواعد؟ لابد إن يكون فيه شركاء للتنمية مفيش واحد بيعطي واحد بيأخذ فكرة الأخذ والعطاء فكرة أعتقد إنه عفى عليها الزمن تحولت إلى شركاء للتنمية أنت هتستفيد مني إيه وأنا هستفيد منك إيه أعتقد إنه ما تحقق في المدة الزمنية من فبراير 19 لفبراير 20 رئاسة مصر والرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي أنجز للقرى الأفريقية ما لم ينجز في عشرات السنين ودي ليست مبالغة كما قلت وكفانا أن نفخر إنه تم إطلاق مشروع أو حلم أو خطة منطقة تجارة حرة أفريقية في المدة اللي مصر بترأس فيها الاتحاد الأفريقي الرئيس رأس أيضا مجموعة من الاجتماعات لتحقيق الأمن والسلام في القرى الأفريقية سواء في ليبيا في الصحراء الغربية في أكتر من منطقة نزاع وتحول حلم أفريقي لإنشاء آلية لدراسة وتعميم فكرة ما بعد الحروب والنزاعات وعقد هذا المؤتمر في مدينة أسوان والرئيس السيسي كان بينادي دائما خلينا نفكر نعمل إيه للناس والمناطق المتضررة فيما بعد النزاعات والحروب أعتقد أننا أنا لنا أن نشعر بالفخر لما قدمته مصر لشقيقاتها وصديقاتها الأفريقيات خلال عام من المجهود خلال عام من الإنجاز عام من الإنتاج عام من تدشين فرص حقيقية وخلق فرص حقيقية والبحث عن فرص حقيقية للقارة الأفريقية عام من النجاح عام من النجاح الأفريقي بأيدي مصرية برئاسة مصرية بنكهة مصرية شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي شرف مصر ورفع من قدر مصر في المحفل الأفريقي برئاسته النشطة والدقوبة غير المسبوقة في عام 2019 لنا جميعا أن نشعر بالفخر والاعتزاز لهذه الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي النهاردة المركز المعلومات بمجلس الوزراء بيتحفنا بمنتج جديد من المنتجات اللي كانت نقصة في السوق إيه هو المنتج اللي كان نقص في السوق معلومة موثقة إحنا لما بيحصل عندنا نقص في دواء معين بنعمل مشكلة كبيرة جدا ده بالنسبة للمرضى إحنا في الإعلام عندنا مشكلة كبيرة جدا اللي هي المعلومة تكون متوفرة في الوقت المناسب بصراحة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمركز الإعلامي هنا وهنا وهنا بدأ يبقى فيه نشاط جديد بيتحفنا بمنتج كان ناقص إيه هو معلومة موثقة بأرقاب يلا خلينا نحلل بدل ما روح أدور وأشوف وأعمل لا مصر عملت إيه طول 2019 في الطرق مصر عملت إيه خلال 2019 في مجال الطيران مصر عملت 2019 إيه في مجال الحماية الاجتماعية في مجال الصحة في مجال التعليم في مجال كل المجالات موجود هذا كلام إيه اللي عايز اللي محتاج يعرف فيه المعلومات موجودة اللي محتاج يقول هاي لا المعلومات موجودة فقط لن نجد أناس لا يعرفون إيه اللي مش عايز يعرف أو اللي عنده فقدان للبصيرة وعنده مشكلة في البصيرة مش في البصر أكيد النهاردة مجلس الوزراء والمركز الإعلامي أتحفنا بتحفة معلوماتية جديدة بتتحدث عن التضخم التضخم كلام بقى كبير بقى وكلام ما ينفعش أقوله الناس تقولك يا عم أنت بتقول كلام ما لهش لازم التضخم اللي هو ارتفاع الأسعار التضخم اللي هو إيه ارتفاع الأسعار منظومة التضخم اللي هو الأسعار كرقم أو كمتوسط على مستوى البلد كلها كنا فين وبقنا فين أنا خليني أقول في فيديو جراف قدامنا إنفو جراف قدامنا لأول مرة من ست سنين متوسط معدل التضخم في 2019 يحقق رقماً أحادياً يعني إيه كلام الحلو ده خلينا روح أشوفه كلام يستحق إن إحنا نقف ونقوله تعظيم سلام الكلام ده مهم جدا كلام ده يعني مش جون جيب بعد مراوغة من هداف ولا جيه بقى من القادمون من خلف بتصويبة ولا جاي من كر لا ده يستحق إن إحنا نقوم فعلاً ونشيد بيه لأنه خلاصة وعصارة مجهود حكومة ورئاسة ودولة وشعب إنه يكبح جماح الأسعار اللي بنسميه تصديدين التضخم خلال 2019 حتى يصل لأول مرة لأول مرة من ست سنين إلا رقم فردي يعني إيه فردي فردي يعني سبعة تمانية رقم يعني كان قبل كده دايماً رقمين عشرة خمستاشر سبعتاشر ربنا يعني يحفظنا يا رب من التضخم اللي رتفع الأسعار اللي الناس كلها بتكتوه منه واكتوت منه أنا فاكر بعد تحرير سعر الصرف هذه العجيبة الاقتصادية من عجائب الزمن أنا بسميها أنا أزعم إنه دا كان أخطر وأهم قرار خانته الدولة المصرية وأجرأ قرار تحمله الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام شعبه وأجرأ قرار صبر الشعب المصري وضرب المثل إنه شعب واعي وفاهم كان قرار تحرير سعر الصرف اللي خلى الناس اللي كان بيقبض ألف جنيه تحول إلى خونسومة جنيه لأن القوة الشرائية انخفضت خمسين في المية تقريبا في هذا التوقيت شفنا المرار والناس شافت المرار صبرت الناس لكن كانوا عارفين إن اللي بياخد القرار صادق وبياخد القرار واعي والحمد لله النهاردة بنجني ما جرى من تحرير سعر الصرف تحول الدولار من كان سلعة كله بيبيعه ويشتري فيه إلى عملة يتم تقييمها عادي جدا وصل الدولار النهاردة إلى خمستاشر وإيه كسر وأعتقد هينزل تاني بقول وببشر الناس اللي عنده دولار يلحق لأنه الدولار هينزل هيكسر حجز الاربعتاشر إن شاء الله في عشرين عشرين النهاردة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في هذا الانفو جراف الخلية المعلوماتية اللي قدامي بتقول إنه انخفض التدخم إجمالا في عام 2019 وصل إلى كام تسعة واثنين من عشرة في المية بس ده حاجة كويسة جدا 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 ده نتيجة صدفة يعني لا ده نتيجة إنه نحن قاعدين بس بنقول يا رب الرخاء والسخاء لا كان فيه شغل مع الدؤاء كان فيه شغل فيه شغل على مستوى الاقتصاد الكل الجامعي سواء على مستوى البطالة كان فيه تشغيل فالتشغيل بيعمل مرتبات مرتبات تعمل إنفاق الإنفاق بيشغل المصانع المصانع بتفتح باب التصدير بيجينا عملة صعبة بتنخفض سعر الدولار والمنظومة الاقتصادية الطبيعية خلينا نشوف المتوسط السنة لمعادلة ضخم فيه من 2014 كان كام 2014 كان 10 و 1 من 10 في المية 2015 10 و 4 من 10 في المية 2016 13 و 8 من 10 في المية اللي هي السنة اللي كان فيه فيها تحريط سعر الصرف 2017 يعني تحريط سعر الصرف كان في 4 نوفمبر 2016 القطر بتاعه بدأ يظهر في آخر 3 شهور أو 13% و 29 ونصف في المية كان 30% كمان 2017 تسعة وعشرين ونصف في المية تضخم حاجة تكسر الظهر حاجة صعبة جدا حاجة مميتة وكل أهلنا في كل مكان ذاقوا الأمرين من وقع التضخم اللي حصل في 2017 لكن كان علاجا مريرا والله كان فعلا المريض أهو مريض عمال حالته تسوق 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 نعمل ايه هو عد بيتوجع المريض اهو عشرة عشرة واربعة من عشرة تلتاشر وثمانية من عشرة لازم نعمل عملية هنا بقى في سنة 2016 نعمل عمل نعمل ندخله قط الإنعاش ويبدأ اعمل عملية الأول العملية عملت في الدنيا بازط ونزيف وغير وهو دا اللي حصل في 2017 كان اجراء العملية الجراحية وتداعياتها والهزال اللي حصل في الأسعار 2018 2018 بدأ يتعافى المريض وصل لاربعتاشر اربعة من عشرة رغم انه كان صعب جدا لكنه من تسعة وعشرين لاربعتاشر خمسين في المية انقفاض في الأسعار السنة دي 2019 وصلنا لتسعة واثنين من عشرة في المية افضل سنة من 2014 2015 16 17 18 20 وصلنا لتسعة واثنين من عشرة هذا بيمثل في تقدير خبراء الاقتصاد إنجاز غير مسبوك أن نصل بمعدل التضخم بتاعنا اللي هو ارتفاع الأسعار بتاعنا إلى كبح جماحه فرامل يعني الدولة أو الحكومة فرملت عجلة الأسعار وهذه الفوضى في ارتفاع الأسعار وهذا الجشع اللي موجود لدى التجار في ارتفاع الأسعار الدولة حزمت إجراءات كلها كانت متزامنة في وقت واحد لتحقيق هذا الضبط الضبط ده مش جاي صدفة تاني بقول مش فتحنا الأرض اللي إنا فيه مترول بيطلع لا ده الوصول من عشرة واحد من عشرة والزيادة عشرة واربعة من عشرة 13 وثمانة من عشرة وصلنا لأقصى درجة من خراب التضخم 29.5% في 2017 النهاردة بعد سنتين بوصل لتسعة واثنين من عشرة بقول تاني ده إنجاز يجب أن نفخر به جميعا نفسي أشوف الجماعة المتحزلقين والمتفزلكين والمتنطعين اللي شغالين بس على الفيسبوك فيه أخبار سيئة أو أخبار بتكلم على خفض الروح المعنوية بشكلها وبآخر بقول لهم نفسي ألاقي حد كاتب تسعة واثنين من عشرة في المية بس اكتب يا عام إيه؟ معدر تدقب ارتفاع الأسعار أنا بقول للناس إن إحنا كلنا بنشتريوا جربنا وشوفنا الأسعار فإحنا بنشتريه الأسعار السلع الغذائية خلال 2019 كان فيها عملية تحجيم ما فيش زارة أسعار ما فيش زارة أسعار يعني الأسعار مضبطت فاكرة أنا في 2017 كل الناس بتكلم على ارتفاع الأسعار الدولة ليس تتدخل الدولة تدخلت والنتيجة قدامنا شايفين وصلنا لتسعة واثنين من عشرة لكن مش أنا مش بطلب من الناس إن هي تسقف مش بطلب من الناس إن هي تشكر أنا مش بطلب كل واحد بس بفكر الناس إحنا كنا فين وبقينا فين وبقول للناس إن في مجهود بوزل اللي أنا بقوله ده بقول لأهلي وناسي والله صحيح بكلم الناس وبتكلم كلام يعني أكني بكلم أهلي يعني هو اللي أنا بقوله ده فيه نوع من التسقيف أو التطبيل أو المبالغة أو المجاملة أنا بسأل أنا بقوله إحنا كنا فين وبقينا فين كنا فيه واحد يقول لي يا عم أنا تعبان أنا عارف واحد يقول لي يا عم لسه أنا عارف برضه واحد يقول لي إحنا لسه حالتنا بقولك أنا برضه عارف لكن عايز اوصل لك ان احنا على طريق الصح وعايز اقول لك انه اخر المارسون فاضل فيه 100 متر المارسون الطويل من تحملك وتحملك المارسون الطويل من صبرك وصبرك المارسون الطويل احنا خلاص جرينا وعرقنا وشقنا وتعبنا وصبرنا فاضل 100 متر يا مصريين نوصل باذن الله اللي احنا عايزينه عشان 2019 دي في 2020 التسعة واثنين من عشرة باذن الله ننزل لتمانية الخمسة وستة من عشرة معدل نمو ان شاء الله يبقى ستة معدل الدين ومعدل الدين المحلي والتسعين في المية كل ده باذن الله بيتحسن 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 انا انا بتكلم بتكلم بقول ايه ده انا عندي من انا انا في ان شاء الله في 2020 باذن الله باذن الله لو انا نقصت انا من 14 و4 من 10 في المية اللي هو 2018 بقيت نزلت خمسة وشوية هول لتسعة وثمان عشرة انا طبعا انا بس عايز اقول للناس ايه نزول الاسعار لا حدش بيشوف حاجة بتنزل انا فاكر مرة كتبت مقال من 15 سنة والله كان فيه اتفاقية بين مصر ودول كمسة انا فاكر والله من 15 او اكتر من 15 سنة قاعد في قاعدة لقيت انه بيتكلموا على ان مصر بتاقضوا فيه الكمسة يعني ايه يعني قالك يعني ما فيش جمارك صفر جمارك طب واحنا هنستفيد ايه من الدول دي قالك ده عندهم نحاس وعندهم شاي وغير فانا كان واحد تلق الشاي يعني سعر هينزل قالك المفروض ليه ايه كان عليه ضرائب جمركية 30 في المية وبعد ما دخلنا بقى صفر في المية فالمفروض فيه 30 في المية من تكلفة انتاج الشاي اتقللت فالمفروض تنعكس على اسعار المفروض لاسعار تنزل 10 في المية يا سيدي ابد قالك ما فيش حاجة بتنزل في مصر انا فاكر هذا الكلام كان ساعتها وزير الاقتصاد كان يمكن قسو بطرس غال للحال فعملت مقال وقلت ايه يا حكومة هديتكم مرفوضة اللي هي تحرير التجارة بيننا وبين الكمسة هدية الهدية مرفوضة لم تصل للشعب وصلت لمين لجيوب الجماعة اللي مستوردين بتوع الشاي وصنوع الشاي هما اللي بقوا كروشهم قد كده من اين من قرار الحكومة خدته ايه هو القرار القرار ان احنا يبقى الجمارك صفر على كل المنتجات اللي جاء من افريقيا تبقوا الناس استفادت حاجة لا مين اللي استفادت المستثمر والمستورد والتاجر واللي مش عارف ايه والمواطن هو بيدفع تمن باكن الشاي زي ما هو ما تغير الدنيا تغيرت دلوقتي الدنيا دلوقتي تغيرت دلوقتي الدنيا تغيرت فانا بقول للناس على موضوع التضخم اول مرة في تاريخ دراسات التضخم تلت شهور نوفم يونيو ونوفمبر وديسمبر تلت شهور معدل ارتفاع الاسعار بالسالب يعني ايه الاسعار انتخفضت تلت شهور تلت شهور كل واحد فينا يسأل انا اروح لبيت اسأل مراتي اسأل امي الناس اللي بيشتروا الحاجات او انت بتشتري بتعرف في شهر ستة اللي فات واحداشر واثناشر الاسعار السلح الغزائية بدأت انخفض مسماع عندنا في الارقام احن هم نبوشا على التفاصيل الارقام عندنا بالسالب يعني معناها ان احنا ماشيين في الطريق الصح انا ببشركم انا ببشر المصريين احنا يا مصريين ماشيين في الطريق السليم والطريق الصحيح مش ماشيين احنا بنجري في الطريق السليم والصحيح وبنقول لكم نتيجة صبروكم الصبر ده حاجة صعبة جدا الصبر مره زي ما بيقوله انتوا صبرتم النتيجة الحمد لله ماشيين في الطريق المزبوط والسليم فعلوا بقى من موضوع الشاي والله ما عارف ايه اللي جابه في دماغي افتقرت الموضوع الشاي انا كان عندي مقالات مزعجة جدا انا كمرة كتبت مقال كان مزعج جدا كان لوزير التجارة كان اسمه بطرس غالي كتبت مقال كان في مشكلة حصل ودخلت قرار ببيع بعض الشركات او غيره وكت مستق جدا فكتبت مقال يا سيارة الوزير نحن لا نتهمك نحن لا نتسألك نحن نتهمك والمقال كانت سوداء وقطعوا الورقة من المجلة كنت نروح في ده معلين هروح من الشاي بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه الى الشاي من نوع اخر اخونا اردوغان كان موجود في بلد اسمها ريزا مؤتمر جماهيري انتخابي بيغسل سمعته وغيره في مدينة ريزا دي او في قرية ريزا دي اردوغان عمل غريب وقام باجراء غريب شفته وقلت لا خليني انا والمشاهد مشاهدين حبايبنا يشوفوا معانا الموضوع ونفهمه مع بعض هو بيعمل ايه ايه اللي بيعمله اردوغان والقصة مرتبطة بيشاي ويبنى سلطان شوف ده اردوغان صورة شاي صورة شاي واقف على المسرح ويقول لهم انتم عارفين ان انا من البلد دي اللي هي ريزة طبعا هو كداب لانه مش من ريزة اصلا والبلد دي بيوزع على الناس دي ما تشوفين في الحجد الجماهيري الشاي بيرمي رئيس جمهورية واقف على المسرح وعمال يرمي صرر شاي للناس من فوق بهذا الشكل والله الذي لا اله الا هو وراس كل اجدادي لو الصورة دي موجودة في مصر وشلنا سورة اردوغان وحطنا رسولة رئيس سيسي لكنا فراجوا هيعملوا ايه في الجزيرة وفي دوتش فيلا وفي البي بي سي وفي الشرق ومكملين ومتغمين وكانت هتبقى ما عنده قمشي على ترند على تويتر الا مصر والشاي والصورة وغيره دلوقتي اردوغان بيعمل كده قدامي اهو قدامي انا بنقل وبقول ان ايه يعني اللي انا عايز اقوله عايز اقول انه ده رشوة انتخابية بالشاي يعني ما اتكلم فاكران اللي ولاد يقول لك ايه شايفيني الكارتونة مش عارف ايه وحزب مش عارف ايه بيعمل ايه كارتونة ايه ده كان ساعت انا فاكر في هذا التوقيت ومش بدافع او بهاجم او غيره ايو حد يقدر يعمل حاجة للناس يعمل ايو حد اعنات مصر عندنا التكافل والجمعيات وغيره وغيره وبند الناس في رمضان ده معروف عندنا عرف في تاريخ مصر ومصر دولة كريمة والكرم المصر ما حدش يقدر تكلم عليه غير البخل التركي لكن تخيل رئيس الدولة بنفسه واقف بهذا الشكل عمال يرمي على الناس سرر اكياس شاي بهذا الشكل انا بس دي ايه صورة او فيديو مهدية الى هؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا بالمستوى من الديمقراطية والمستوى من العدال الاجتماعية والمستوى اللي ايه اللي بقولوا في تركيا قادة تركيا رئيسهم بيعملهم رشاوي من الشاي تعالوا بقى نشوف برضو طالما وصلت لتركيا خليني قاعد شواء هناك احمد داود اغلو رئيس حزب المستقبل في تركيا وهو كان احد اركان النظام الاردوغاني احد لا مش احد الساعد الايمن لاردوغان كان مستشاره السياسي وزير خارجيته رئيس وزراءه وفي الاخر ادالوا بالطرده برا احمد داود اغلو لا يقل نفاقا عن اردوغان عشان بس نكونوا فاهمين ولا يقل برجمتية عن اردوغان واحد طلع برضو من رحم عزب العدالة التنمية اللي خرج من رحم الاخوان واحد يعني عادي لكنهم واقعوا مع بعض ودايما بقولها الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوه الا المتقين فاردوغان وداود اغلو واقعوا في بعض الاثنين لا تقول لي رابطة دينية بتجمعهم ولا اخوة بتجمعهم كانوا واقعدين الاثنين بيبوسوا في بعض قدام الناس وقولك احنا متمسكين بحبل الله المتين واعتصموا بحبل الله جميعا واحنا متحبين في الله والكلام الاستوانة اللي انتعرفها بتاعت الجماعات اياكم كان اردوغان واحمد اغلو الاثنين شغلين عليهم واقعوا في بعض هما الاثنين واقعوا في بعض اردوغان لسن على احمد اغلو اتكلم على احمد اغلو قال عليه شوية كلام كده مش مزبوطين على سلوكه المادي المالي على حاجات على غيره وهو احمد اغلو الاستاذ جامع اصلا واقعوا في بعض لو قد فبيطلعوا الاثنين في الصناف بعض تخيل احمد اغلو رد عليه قال له بقولك ايه اسمع قال له لو انت عايز نفتح الدفاتر القديمة انا ها اطالب بفتح ملفات رؤساء تركيا السابقين وحضرتك ونشوف ممتلكاتهم داخلوا السلطة عندهم ايه وخرجوا من السلطة او ولادهم ورسوا ايه تعالوا شوف الفضيحة اللي بين احمد داود اغلو وبين اردوغان اللي بيكلموا فيها الاثنين تنابل بالفساد تعالوا نشوف نشوف بطن اسكي وياني جمهور باشقانان باش باقانان الاجرى باقانان مالبارلتلار ارشترل مالي وهرهانجي بريوهصولك سوز كونشتر ان اغر شاكيلي جزالندرل مالي دا رد احمد داود اغلو على كلام اردوغان فاحمد داود اغلو قال له لو انت صادق تعال نفتح الدفاتر بتاعتك ونشوف انت عندك ممتلكات قدية دا مين اللي بيكلم يا جماعة دا احمد داود اغلو احمد داود اغلو بيكلم مين بيكلم اردوغان والله لو كنا من 3 اربع خمس سنين سمعت هذا كلام كنت اقول دا اكيد اساطير الاولين ليه ايه لانه عبدالله جول واحمد داود اغلو واردوغان سلاسي اضواء السياسة التركية اللي هما خرجوا من رحم رئيس حزب الفضيلة في هذا التوقيت وانقلبوا عليه والنهاردة كدأ بالسياسة التركية كله بينقلب على كله وما فيش حد فيهم عنده اصل للتاني ولا عنده وفاء للتاني لا تقول لي علي بابجان ولا تقول لي عبدالله جول ولا تقول لي احمد داود اغلو النهاردة بتكلموا على بعض بيلسينوا على بعض وكانوا هما الاتنين قبل كده عاملين ازاي فعلا سبحان الله والتنكر وانا بقول لهم انا بنصحهم بقى انا بقول لي احمد داود اغلو واردوغان ولا تنسوا الفضل بينكم لكن ما كانش بينهم افضل كان بينهم للأسف الشديد ما صالح تعالوا نشوفوا الصحفي التركي محمد تركي اسمه تغاي بيك تغاي بيك دا مشارب شوي مشارب بلغتنا يعني في مصر قاعد يتريق على اردوغان كتب تغريدة وغيره وكتب تغريدة على وزير الداخلية سليمان سويلو فاكرين سليمان سويلو وزير الداخلية اللي كان بيهددنا قال له انت اراجل اصلع وانت اقرع وانت مش عارب ايه كلام يعني عادي احنا عندنا بنشوف كل يوم لو احنا يعني بنشوف كل يوم عندنا في الفيسبوك وتويتر وغيره وغيره الاف الاف الشتائم والتجاوزات والخروقات وغيره وبيكلموا علينا ان احنا يعني الدولة بتضيق والله بتضيق قدامنا شوف كلكوا عارفين لكن الراجل المحامي كتب تغريدتين شوفوا حصلوا ايه هيتسجن 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 الراجل خلاص بيقول انا ما كنتش اعرف انه انا في دولة بهذا القمع وبهذا الشكل ده مين ده الراجل وزير الداخلية وصف وزير الداخلية بالاصلع ده محامي تركي مهد بالسجن خلاص يخش السجن عشان قال انه ايه انه اصلع ده اسمه ايه اسمه تغاي بيك مش عايز اسمع واحد بقى منهم اتكلم له اقول له الحريات ومش الحريات وغيره تعالوا نشوفوا بقى ياسين اقطاي ياسين اقطاي ده مستشار اردوغان مستشار السياسي لاردوغان وهو بيكلم عربي كويس خريج الازهر دارس في الازهر كان موجود في فترة حكم الاخوان مقيم في القاهرة بشكل دائم لانه كان هو حلقة الوصل بين اردوغان وبين مكتب الارشاد في المقطم كان من اوائل الناس اللي جم في 25 يناير كان بيتجول في ميدان التحرير ما بين الاخوان اللي موجودين في الميدان وكان بيتحرك بحرير ما كانش حد يعرفه في هذا التوقيت وكان بيخلص ميدان التحرير يروح على مكتب الارشاد يقعد مع بديع ورفاقه وبيرسم الخطة وبيحطوا لهم التعليمات من اردوغان الراجل اللي هو ياسين اقطاي بعد ما الاخوان وقعوا رجع على تركيا وهو بيمثل حلقة الوصل بين الدولة التركية وبين الجماعة المطريض بتوع الاخوان اللي موجودين في اسطنبول اللي هو ناصر ورفاقه وغيره 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 اهو اهو دي الصور بتاعته وهو ده ده ياسين اقطاي ده صوره في ميدان التحرير اهو متصور من فوق بناية في ميدان التحرير يعني من الناس اللي عارفين بيعملوا قيمة الاول بس بفكر الناس بيه اهو 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 قاعد جنب قيادات اخوانية بهذا الشكل قدامنا اهو اهو قل لك دنبارك سروته سبعين مليار في البنوك وفي الاخر لما يجوم القضاء يا عم فين الكلام ده قال لهم والله اي كلام بقى اي كلام انا بقول ان يقول رقم اللي يقول رقم يقول معلومة لابد ان تكون موثقة لانه بيكلم الناس مش قاعد على الاهوة انا مش قاعد على الاهوة بقى اقول اي كلام انا قاعد بقى اخاطب الجماهير اخاطب الناس الكلمة يقولك لو انا قلت الوقت الرقم يقولك ده احنا سمعناها في التلفزيون وفلان قالها يعني معناها فيه مصدقية عند الراجل اللي بيطلق معلومة الراجل التركي اللي هو ياسين اقطاي طلع خمس كتب مقلف خمس كتب يخرب بيتك انت بتعمل ده اسال كتب بقى لكن شوفوا بقى القصة ايه مش اي كلام اول كتاب اسمه تاجر الدين خلينا شوف تاجر الدين اهو تاجر الدين نموذج لاستغلال الدين في اغراض سياسية انا يا ابراهيم ابراهيم جاد الزبط بتاعنا الكتاب بتاع تاجر الدين عايز اجيبه باي شكل عايزين يجيبه عشان نقرأ ياسين اقطاي احد سمصرة الدين سمصرة شغال عند التاجر الاكبر اردغان انا انا بقول هذا الكتاب اهو نموذج لاستغلال الدين في اغراض سياسية اقسم بالله النموذج الحقيقي الاكمل والاوضح لاستغلال الدين في اغراض سياسية اردغان الاخوان في مصر اللي كانوا في مصر والفرقة كلها اللي من 28 لغد الوقتي هم بنيه الجماعة على فكرة البرجماتية او المصلحة او استغلال الدين ايه اللي بيأثر في الناس قال الله وقال الرسول قال لك اشتغلوهم في قال الله وقال الرسول اي حاجة يقول لك قال الله وقال رسول لو ملقاش حاجة فقال الله وقال رسول يقلف حاجة من عنده يقولك قال حسن البن اللي انا بقوله نسؤول عنه لو ملقاش حاجة تبرر وتمرر افكاره يقولك اي حاجة يقولك قال الامام حسن البن وانت تجعل فكتر منه ده حسن البن عندهم قال له هو الراجل ياسين اخطاي عامل كتاب اسمه تاجر الدين نموذج استغلال الدين في اغراض سياسية خلينا نقرأه ونقولكه تفاصيله بعد كده طيب كتاب التاني ايه وعمل سبحة وفلوس لأ والله حلو الرسمة دي ابراهيم معلش يا وليد معلش يا وليد معلش اه معلش هتالي تاجر الدين ايوة والله حلو اوي بصوا حاطت ايه سبحة ودولارات مين اللي عامل هذا الكلام ياسين اخطاي بقولك احسن حد يتكلم عن الشرف والعفة والطارة فتاة ليل هو هو ده راجل اصلا شغال سمصار اديان مش دين واحد لانه انا بقول للي مش عارف برضو معلومة يعني مش عارف الناس عارفاوا لا ياسين اخطاي اصلا شيعي ياسين اخطاي مستشار اردوغان السياسي مسلم شيعي مش سني الكلام اللي بقوله ممكن يكون الناس كثير ما تعرفوش دي معلومة موثقة ان مستشار اردوغان تسلل الى المناصب السياسية دي من خلال ده عنده مدد ومدد ايراني فده ده شيعي بيتكلم على هذا الكتاب اتكلم على استغلال الدين وجايب الصورة دي شوية دولارات وسبحة يعني انت كل ما تسبح وتباين لناس نكتقي يجيلك دولارات بشكل قباخر كتاب التاني ده بقى هنا بيت القصيد بيت القصيد الاستاذ الدكتور ياسين اخطاي سيد قطب بين غلو محبيه بين بين غلو محبيه وظلم ناقديه ايه ده مش فاهم يعني ده ياسين اخطاي مستشار اردوغان الديني السياسي الشيعي عامل كتاب بيخلد فيه سيد الدمويين سيد الارهابيين سيد قطب هو احنا سيد قطب ده احنا في مصر اول ما بنسمع اسمه بنستغفر ثلاث مرات سيد قطب اللي خرب قواعن الدين سيد قطب هذا الماسوني اللي تسلل ده انا بقول لي يا سين اخطاي يهبل بقول لي يا الدكتور يا سين اخطاي يا دكتور سيد يا دكتور ياسين يهبل عايز تاخد نموذج لتجارة الدين انظر لسيد قطب اهو ده سيد قطب سيد قطب ده كان عنده كان سيد قطب عنده عنده لوثة هذا الرجل القادم من اسيوت الى حلوان متحصنا ببعض القراءات والكتابات للعقاد عاشقا لعبد الناصر طالب السلطة عندما لم تأتيه السلطة عن طريق عبد الناصر انقلب عليه ودخل الى جماعة الاخوان ورأى استحرير مجلة الاخوان المسلمين او جريد الاخوان المسلمين وانضم الى الماسونيين حتى كتب مقالا لماذا صرته ماسونيا فين المقال يا ابراهيم هتقولي صرته اهو عرض 787 التاج المصري في جريدة التاج المصري اهيه وبيكتب كاتب سيد قطب لماذا صرته ماسونيا لماذا صرته ماسونيا طيب انا بفكر ده انت سنة 43 القاهرة في يوم الجمعة 23 ابريل سنة 1943 سيد قطب كاتب مقال لماذا صرته ماسونيا على فكرة انا ما بجيبش حاجات يعني مش اول مرة لانتوا عارفين الحاجات دي بس انا بفكر حضراتكم سيد قطب سيد قطب رح له احد قادة الاخوان اعتقد كان مين يا ابراهيم احمد عدل كامل او مين او على عشماوي على عشماوي تقريب رح له في بيته في حلوان انا بحكي بس بفكر الناس الاخ ياسين اقطاي المستشار اردوغان جايب عامل كتاب لسيد قطب بيقول ده راجل عظيم جدا انا بقول للمسلمين بقى في اسقاع الارض يا مسلمين سيد قطب ضد الدين سيد قطب كان هو اللي اخترع فكرة التكفير هو اللي اخترع فكرة الحاكمية سيد قطب هذا اللي عامل كتاب وعمل الظلال كان ماسونيا كان ماسونيا والله على ما اقول شهيد هو بنفسه كتب عن نفسه في هذه الجديدة التاج المصري سنة 43 لماذا اصبحتوا ماسونيا الراجل بيعترف انه ماسوني حتى لماذا صرتوا ماسوني حتى ان الشيخ محمد الغزالي الاخواني كتب فيه احد كتاب الحق المر قال انه فجأت يا اخويا انه كل قارة الاخوان من اول سيد قطب للهضيبي ماسونيين محمد الغزالي مش اتهم اقره في كتاب الحق المر بماسونية اتنين من الهضيبي وسيد قطب وانا بسأل بقولك ان دا للاخوان وغير الاخوان واقيم الحج على الجميع وعند الله تلتقي خصوه الراجل علي عشماوي راح زار سيد قطب في بيته في حلوان يوم جمعة واصل الساعة تسعة الصباح وعشر الصباح من غير معاه قاعد يكلم معاه في بعض القضايا قضايا تسليح قضايا تفجير كان علي عشماوي مسك التنظيم السري في هذا التوقيت في القاهرة رايح ياخد الازن وياخد الفتوى من مين من سيد قطب في بيته في حلوان قرآن الجمعة بدأ يشتغل بدأ يقرأ خلاص يلا عشان نصلي الراجل علي عشماوي في حضرة مين مفتي التنظيم الاخوان يلا يا شيخ ساد عشان نصلي الراجل علي عشماوي اتفاجئ وتصدم وجات له حسرة لما قال له سيد قطب احنا معلناش سرات جمعة قال له يعني ايه قال له احنا طالما لسنا في دولة الخلافة او في ارض الخلافة فلا جمعة على المسلمين انا هري سويد الراجل علي عشماوي يمخه لا سعع ازاي قال له انا اللي بفتي مفيش في ارض بلا خلافة سرات جمعة ده انا بحكي انا مبعدش عن الموضوع لانه ياسين اقطاي بيعمل كتاب في تركيا باللغة العربية المين انا بس باسأل الناس هو ياسين اقطاي عامل كتاب باللغة العربية عشان الاتراك يروه الاتراك لا بيفهمه عربي ولا بيفهمه انجليزي عامل كتاب باللغة العربية المين لجماعة الاخوان بيقول لهم انا بمجد الراجل بتاعكم ونقال العربي يضحك عليه يقول لك ده كتاب تركي مترجم بالعربية لا يا مصريين يا عرب الكتاب بتاع ياسين اقطاي به صم قاتل فاكتنبوه كتاب كتب ياسين اقطاي كتب مسمومة فاكتنبوها كتب ياسين اقطاي كلها شر فاكتنبوها انا بقول اعتزلوا كتب كتب ياسين اقطاي لانه كلها خطر واحد يقول لك يا عامل انت عملت تعمله دعاية اقول لك دعاية ايه احنا بنحاول ندور على اي حاجة من دول عشان نولع فيها لانه ده اخطر على العقل يعني اخطر على العقل واخطر على الروح من اي شيء ده اللي بدد امال الامة كتاب صدقود في غيره ايه وبعدين كتب تاني سيد صاحبنا كتب كتاب اسمه ازمان الكاريزما وحاطت من منظور علم الاجتماع السياسي بوتين هتقولي تاني يا عمي بوتين وترامب في النص وميركل واردوغان يا سلام ده زمن الكاريزما هم دول الناس الكاريزماتيك بتوع ياسين اخطر غيره يا وليد ياسين اخطر فك الاشتباك عالمية الاسلام ومصادر العلمانة دي مترجمة هو خديجة المغربي دي اعتقد معرفش مين دي مرات الراجل اللي اسمه لماذا معرفش طيب عموما دول خمس كتب دول ارض الكنانة ده بقى البيت القصيد ايه يا عم اخطر انت مالك ومال ارض الكنانة متجرب الدين والربع عن الجماعة الكاريزماتيك انا بفهم وبسأل وبقول ليه مستشار اردوغان يقلب خمس كتب باللغة العربية لتسميم الاجواء العربية احذر القارئ العربي منهم لكن تعالوا نشوفوا بقى النقطة في حفل توقيع الكتب مين اللي كان بيقدم الحفل عميل تركي من اصل مصر عميل تركي دلوقت شغال عند الاتراك عميل جاسوس هو خد الجنسية التركية اعتقد لكنه اصله مصري بس كان شحات في مصر كان حقير في مصر كان يباع واشترى بسندوتشي فول اعتقد عرفتوه واحد بيباع واشترى بشقة فول قاعد راجل بائس فاشل فشل صحفيا فشل مزيعا فشل ممثلا فشل كاتب سيناريو هرب الى تركيا مع الاخوان عشان يجد هناك متسعا من الرزق والعيش اشتغل عند الاتراك ادلو الجنسية التركية من صاحب الراجل ياسين اقطعش ادلو الجنسية الدهالو بيشتم في مصر ليلو نهار في رئيس مصر ليلو نهار طلع شائعة على مصر ليلو نهار النهار ده قاعد بيسو بيبيع بيتاجر وبيوقع وبيقدم كتب ياسين اقطعش هنشوفه محمد ناصر حفل توقيع مجموعة كتب للدكتور ياسين اقطعش ومجموعة كتب لطيفة وكنا اكلنا عليها فيها كتب بصراحة جمدة جدا ان شاء الله هنزيع الحفل ده على القناة على اليوتيوب بس الدنيا تتصبق كده لكن الحفل واضح انه هو هيبقى كويس ان شاء الله والكتب اللي موجودة كتب رائعة جدا وانا الهدف بحفلة فربنا يسهل كده ان شاء الله وتوفى مؤدم الشغل كويس يليق ومستوى الكتب اللي عارضها الدكتور ياسين اقطعش اشوفكم بقى الحفلة خلاي خلي الصورة دي كده خلي الصورة دي كده اشوفها بس مع الاذنك يا وليد اه محمد ناصر نظف يا جماعة والله والله يعمل هابس ببيون وعمل شغل كده ونظف والله والله انا مش بقى بقى لك بجد والله فعلا الود نظف الودد صنفر ونظفوه هناك وغيره لا بس لا فلوس بقى يلبس لا فلوس يلبس وعمل شغل حاجة يعني لا 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 الودد نظف الودد محمد ناصر نظف بس خلينا اقول اقول حاجة يعني ايه الرخص اللي حفي بدلة وببيونة وشوية يعني انا واحد مع مشاعر دغان الولد معادش عنده حاجة يتكلم عليها الا اشتيبت مصر بمقابل كل ما لسانه يطول يخفره ساكتر كل ما لسانه يطول يخفره ساكتر انا عايز افكركم بس بي الودد اللي نبس ببيونة ده وعمل فيها والله 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 انا مش ببالغ واحد حقير شكلا ومضمونا منافق انا جبتلكوا اراءه قبل وبعد قاعد اتكلم على عبد الناصر انه اعظم واحد نزل من السماء تفلت من عصر الانبياء وبعدين قاعد يشتف عبد الناصر في تركيا تكلم عصرات نفس الكلام تكلم مش عارف ايه مش ممكن يعني حالي لكن خلينا اقول انه محمد ناصر اللي النهاردة بتكلم على ان كتب لطيفة جدا ولابس شوفه كان بيتكلم مع اسين اقطاي اللي هو بيمجد في النهاردة بيتكلم وقول له انت عندكو في تركيا خمر ونسوان وقال له اه عمدن تعشوفوه سؤال هنا يا دكتور باعتبار حددك انت تعد مسؤول في النظام التركي وشخص مسلم عندما تمر على البارات او على انديت التعري او على بيوت الدعاء الا تتأذى شخصيا لا اتأذى بنفسي يعني لا اريد الناس يعملوا مثل هذا الاشياء لانهم يضرهم يعني هذا ضرر لهم يعني على فكري الا تتمنى ازالة هذا المنظر اتمنى ازالة هذا المنظر لا اتمنى المنح نحن ضد المانعة ضد المنح لا نمنعه كمسلم انت مسلم لا استطيع ان امنع من الناس لا تستطيع لكن تتمنى ليس ان لا استطيع فقط يعني لا لا اريد لا اريد ان امنع الناس من يريد ان الحرية هي اساس اول انا برأيي المبدأ الاسلامي هو الحرية من يريد ان يشرب فليشرب يعني لا لا نستطيع لكن الرسول لم يفعل ذلك الرسول يفعل على المسلمين ينصح المسلمين لا تشربوا ولا تزنوا الى اخرية لا تزنوا الى اخرية ولكن لو لو يزني يعني ليس في الحقوق التركية نفرض على الكل الود محمد ناصر بيقول له الرسول عمل ورسول ما عملش يعني هو محمد ناصر لو انتم في الفيديو عايز يطلع منه اي حاجة عشان خطر يسوروا المسلمين على انه راجل تقي بيقول له انت عندكم فيه خمر وكذا وفيه قال له احنا ما نقدرش نمنع قال له بس انت انت عندك رغبة تمنع مش قادر بس عندك حتى تتمنع قال له لا ولا اتمنع كسفوا محمد ناصر بيزياد عايز يطلع منه انه تقي قدام الناس محمد ناصر اصلا لم يكن في يوم الايام يعني محمد ناصر في تقديري انا لم ارى لم ارى ولم اسمع محمد ناصر انه عفر جبيته بالسجود لله في يوم ما بيكلم في تركيا على الرسول وبتكلم على الصلاة وبتكلم على الزنا وبتكلم على مش عارف ايه وكلم الايه محمد ناصر النضف هو نضف ظهريا طبعا النضافة نضافة المعدن يعني محمد ناصر اصلا بقول انه الرجال معادن ومعدن محمد ناصر معدن رخيص بيباع واشترا شوفوا بيتريق على يوسف حسين جوشو بيتريق عليه يعني جوشو عمل ايه خلال الاسبوع اللي فات جاب اعلام الاخوان وقال يا جماعة دول شوية ناس قفقين شوية ناس كدبين شوية ناس فشلة يعني قال كده في البرنامج بتاعه الطبيعي ان هما الجماعة بتوع الاخوان اللي في تركيا واللي في الجزيرة وغيره المفروض يعملوا ايه بيقولوا ان عايزين حرية والرأي والرأي تب يتحملوا الراجل وبيقول ما هو بيشتن محمد ناصر لانه مش متربي محمد ناصر لانه ما يعرفش يعني ايه اصول اتكلم وغلط واحتقر يوسف مش عشان كلامه غلط مش عشان انه قلف لانه كان بيجي فيديوهات حتى الود اسمه سامي كمال الدين قاعد يشتم عليه ومش عارف فين يشتم عليه لانه انا بقول لي يوسف يا يوسف الناس دي معدنهم رخيص في يوم ما بقول لك يا يوسف دول ناس رخيصة ناس بلا ثمن ناس وضيعة بلا اصل مفيش حد فيهم لسامي ولا محمد ناصر ولا معتز مطر عندهم في بيتهم حالة شبع حتى معنوي او مدي الناس دي ناس رخيصة الولد كان بيعاير او بيعاتب او بيشتم او بيهاجم يوسف اللي وجه اساس انه فلاح ايه اه والله قال له انت راجل كلح فلاح كلح انت مش عارف ايه انت ده على اساس ان محمد ناصر ابوه كان الخدوى ناصر على اساس ان ابوه وامه كانت مش عارف تفيدة هانم انا معرفش مين لكن محمد ناصر واحد ساقت لم يعرف له نسب محمد ناصر ساقت قيد عائلي مش معروف له اهل محمد ناصر النهاردة بتكلم على الفلاحين وانا بقول له شراك نعل اقل فلاح في مصر بيك وبعيلتك وبياسين اقطاي وباردغان تعال نشوفه وهو بيتكلم مع جو او يوسف في هذه الخناقة اللي انا بحتقر فيها محمد ناصر قولا واحدا بس يوسف فلاح وحش قريب حمد ناصر فلاح كلح كلح اه واضح ان اقعدتك في تركيا غيرتك كتير حاشتك اني انت باشي ومصليش وقت فلاحين ده انت مش رأس بقى غلنك تزل مصر وتروح للفلاحين وتقول لهم فلاح خرسيس يعني قول عيني اعلام الاخوان واضح ان انا قلت اعلام الاخوان ما عارش انها بتدقيقوا كده وبتستعروا منها انتوا بتعتبروها اشتما ده انا كنت بحاول يعني اعليكوا كده ورائيكوا واخليكوا اعلام اخوان لكنك انت توقف تقول اصلا انا مش معتز مطر وحمز زول ومحمد وانا لدول ولا دول اما انت ايه قصف يعني مش عشان انت قط طريقة اعلام الاخوان تطلع تتنمر علي كده انا شايفت بصراحة في موقف نجس وانا ما شوفتكش وما عرفكش وما قابلتكش بس انا بنتك اجتمك ما ينفعش ارد الشتيمة بيجتمع زيها لان كده ما اختلفتش كتير عالناس اللي زيك بشكل الجربان ما تنفعش الكنان استاذ محمد ناصر عايزني بقى اتحضر من الفيح اللي انا فيه واشيل الجرب واعمل لازق وغير شعري وغير صوت الناس بقى يحاول لي جنسان يعني استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم ده اللي ناقص خلينا اروح لبعد في حملة على موقع التواصل الاجتماعي للتحريد ضد مصر دلوقتي على خلفية مزاعم القاء القبضة على شخص يدعى باتريك جورج في مطار القاهرة كان قادم من اطاليا طبعا الورقة دي داخلي دلوقتي قولك الورقة داخلي دلوقتي جات له التعليمات مين لي جاب الورقة دي ابراهيم ده ده ضابط جديد ضابط جديد مستجد اسمه سروت منصور ده زي احد الزباط اللي بدوني سروت منصور هتعرفوه بعدين جاب لي ورقة دي رأي اللي دا بيعرف لغة ايطالي ده فريق الاعداد معايا بالمناسبة عشان بس يعني بس انا بتكلم على اي من نور وقولك الزبط بيدي الورقة انا الزبط بتاعي طبعا كبير الزباط عندي ابراهيم جاد والاخ صارت منصور هنشوف هيبقى ايه بعد شوية باتريك جورج هاتلي يا ابراهيم الصورة طالب ماجستير مصري في ايطاليا بيدرس في ايطاليا مكتوبة على صفحة خالد علي فاكرين خالد علي حمد الله على السلام يا عم خالد خالد علي كنت فين اما انا ما سمعتش ده ده صفحة خالد علي استنى يا ابراهيم طول بالك يا ابراهيم هو خالد علي صحيح فين يا جماعة من اللي بيحصل في البلد فين اللي في فلسطين ما فيش تويتها كده على فلسطين يا خالد ما فيش تويتها كده على اي حاجة كده في الحياة انت مختفى فين طلع خالد علي ساكت كل السنين دي وجايب يتكلم بيقولك باتريك جورج اللي هو في الصورة قدامنا طالب ماجستير مصري في إيطاليا أوقفه الأمن في مطار القاهرة فاجرى أمس الجمعة لدى عودته من أجازة قصيرة وأجرى تحقيق معه وأجريها تحقيق معه وما كان يقدر معلوم حتى الآن باتريك جورج فيه يا نهر ايد سويد يا خالد عيد يا خالد اتلم يا خالد بلاش الأكاذيب والأضليل والأباطيل اللي انت وجمال عيد شغالين عليها تقول فلان مختفي قصريا والإخوان ياخدوا منك ويشتغلوا لأن كل من عرضتم أسماءهم على أنه مختفين قصريا اللي طلع في داعش واللي طلع في النصرة واللي طلع في ليبيا واللي طلع في سوريا واللي طلع رقيع الراجل ده خالد انت بتدافع عنه شغالي يا صروة شغالي يا إبراهيم ده حضرتك بيدير منظمة في إيطاليا بتدعو تدعو للمثلية الجنسية وتدافع عنها ايه التانية يا صروة ده بقى نفس القصة بتاعت حسان بهجة التقط شغال تبع مبادر حسان بهجة عارفين حسان بهجة اللي بيدافع عن الشزوز والمثلية الجنسية ده مين حسان بهجة أنا بفكر ناس بس الولد اللي قدامنا دوت قاله ده مختفى مين اللي بيقول خالد علي الولد ده جاي من إيطاليا جاي بيعمل ايه جاي بينشر ايه جاي بيخلي ايه هو احنا قاعدين بلد وكالم غير بواب هو انت عايزها فوضى يا عم خالد انت وحسان بهجة فوضى وعايزينها ضعارة وعايزينها شزوز ما هو انت بتدافع عنه يعني معنى كده بتدافع عن واحد بقى افكاره هي مش افكار هي مش افكار هي افعال بيعملها عايز يخرب البلد وانا باسأل الناس ما تطلعوا تكلموا بيانات الاظر طلع بيان اتكلموا اقولوا مش تتكلموا في كل حاجة اتكلموا على هذا الكلام هو احنا بس اللي بنشيل اتكلموا على ده واحد اصلا قالك مختفى قصرية هيطلع لي يقول لي باتريك جورج فين في ده يا سيدي باتريك جورج واحد موجود من ايطاليا جاي بقى له كم ساعة يا ابن بقى له كم ساعة ساعات جاي روح اسأل امه فين اسأل ابوه فين هو انت اي حاجة اي حد يختفي اي حد واحدة راحت اتجوزت واحد من وراء اهلها يقول لك الدولة داته فين انتو فاكرين زي بيهده ولا بتفاكرين فاكرين عمر ديب عمر الديب لا حاولا قتل عمر الديب عمر يطلع في الاخر مع ابو بكر البغداد ومزاقين له فيديو وقاتل كذا زي بيهده طلعت اوه اختفت وعايزين ترامبي يخشه طلعت اياخر متجوزة من وراء اهلها واحد بيدافع عن الشيزوز لاي اقعد ما واحد مش عايز اتكلم هو احنا هي البلد خلاص يعني او ايه ايه الكلام الفاضي اللي احنا فيه ادي خالد علي و ادي الاشتراكين الثوريين بقى والرقيعات والدول لكن بمناسبة الصورة دي حسام بهجت عامل مبادرة الشيزوز ولاد ده بيقيده حسام بهجت بتاع مادا مصر فاكرين مادا مصر للأسف الشريف سافير كندا راح زار مادا مصر ليه يا عم قال لك والله اسمه اسمه جيس دايتون راح زار موقع مادا مصر والموقع ده اللي اسسه ولاد حسام بهجت وقالينا عطاله وعمل تغريدة قال انه زار الموقع من اجل منقشة قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية لدولته في المنطقة واولياتها وقال من دواعي سرولي زيارة مكاتب مادا مصر لمنقشة العلاقات والقضايا المحلية والإقليمية واوليات السياسة الخارجية الكندية في المنطقة بقول لك يا سعاد السفير حضرتك مش عارف حاجة ما احترام يعني يا سعاد السفير اللي عايز تعرف السياسة الخارجية مش تعرفها من موقع بيصرف عليه الإخوان يا سعاد السفير دولة كندا الكبرى والعظمة والصديقة بقول لحضرتك اسأل لو مش عارف لأنك مش عارف وبقول لحضرتك انت رايح مادا مصر تسأل عن السياسة الخارجية من مجموعة ناس ممولين من الإخوان يعني أنا باسأل والله يا خي اسأل ما عندكش مستشار إعلامي اطلع روح الأهرام روح للأخبار روح لمصر اليوم روح الشروع روح الجمهورية روح يا أخي روح روح مركز الأهرام للدراسات روح المركز الخاصة روح أي مكان يعجبك رحلي مادا مصر يقول لك عشان أشوف العلاقات الخارجية حضرتك سعدت سفيب أخطأ طبعا انت احنا ما بدخلش في حد بس يقول لك انت جيت عندنا في مصر تروح تزور موقع مادا مصر اللي هو موقع اعتقد انه كلنا عارفين وحضرك عارف انه موقع بيدار وبيمول بمعرفة جماعات إرهابية لو انت موجود في مصر المفروض بناء العلاقات ومد الجسور مش رايح تناكف في الدولة المصرية ده رأيي أنا الشخصي بعيد عن رأيي الدولة قد أكون مخطئ لكن أنا ما لديه من معلومات ان انت روح تزور طمدى مصر شايف ان ده يعني سلوك لالف ده الاخوان عاملين فيلم اسمه اسمه باسبوسة بالإشطة أحمد شمان محمد شمان وشامة بحميد دول اتنين الفيلم اسمه باسبوسة قدامنا بالإشطة بيتكلموا على الشرطة المصرية والفيلم ده هنشوف خلال الأيام اللي جادي شغالين مين اللي بيصرف مين اللي بيمول مين اللي بينتج هدفهم ايه من القصة خليني أستأذن لأن الوقت خلص ونكمل بكرة باسبوسة بالإشطة ونكمل بكرة خالد علي وصاحبنا باتريك جورج ونكمل ونشوف الهدايا أنا بسأل تاني بقول لاحظت أنه خالد علي وحمدين أنا بسأل لأستاذ حمدين صباح وافتكرت الوقت والله افتكرته هو مفيش حتى تغريدة يا راجل تواحد به ربنا وتقول فيها القدس ولا فلسطين ولا حاجة أنا بسأل بس بسأل بقول لناس فين عموما يعني أنتوا القومجية والناس دي بتاعي بسألكوا أنا بسأل هو كله فوق دماغ مفيش حد بيشارك مفيش حد بقول حاجة أصلا يا أخي حتى عشان تاريخكو يا أخي عشان تاريخكو يا أخي المهم شكرا دمتم في أمان الله موسيقى 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 موسيقى